السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم سريعا وباختصار عن نوع جديد من أنواع الهصاريات وهو صبار زينة محبوب جدا الاسم العلمي له هو روسيا أما الاسم الشائع له فهو صبار زيل البورس سمي بهذا الاسم بسبب أوراقه والمخططة والمدببة واللي بتشبه إلى حد كبير زيل البورس وطبعا كلنا عارفين أن أسماء النباتات بتستمد اسمها من شكلها عشان كده أسماء النباتات بتعتبر متعة في حد ذاتها لعشاق النباتات في الدول الغربية بيتلقوا عليه صبار الحمار الوحشي برضو عشان أوراقه المخططة زي ما انت شايفين نبات زيل البورس نبات سهل الزراعة وسهل العناية خاصة للناس المبتدئين في عملية الزراعة لأنه نبات بيتحمل أصعب الظروف يعود موطن هذا النبات إلى دولة جنوب أفريقيا هذا النبات زي ما قلت بيتحمل أصعب الظروف يتحمل درجات الحرارة المرتفعة يتحمل الجفاف بسبب قدرته على تخزين الماء داخل أوراقه يتراوح طول هذا النبات من 10 إلى 20 سنتيمتر يبقى بعد ما تكلمنا عن وصف هذا النبات هنتكلم عن طرق العناية بهذا النبات وهو صبار زيل البورس أول حاجة هنتكلم عنها الضوء هذا النبات يا جماعي يفضل أننا نزرعه في مكان به ضوء شمس ولكن خلي بالك ليست مباشرة خلي بالكم ما نيجي نزرعه ما نحطهش تحت أشعة الشمس المباشرة لأن أشعة الشمس المباشرة بتؤدي إلى احتراق النبات وتؤدي إلى أصفراره ومنسمى تؤدي إلى موت النبات يبقى جماعة ملحوظة مهمة جدا جدا الشمس المباشرة تؤدي إلى أصفرار أوراق النبات عشان كده هذا النبات مناسب للزراعة في البلكونات وتحت الأشجار يعني مكان بيصل إليه ضوء شمس ولكن ليست مباشرة يبقى عشان نحافظ على نظارة وجمال نبات زيل البورس لازم نضعه في مكان يصل إليه ضوء الشمس ولكن ضوء شمس غير مباشر بعد ما تكلمنا عن الضوء هننتقل إلى الري أي نبات عصار يا جماعة نرويه عند جفاف التربة يعني إيه؟ يعني نستنى لما التربة تنشف تماما تماما وبعدين نرويه لأن الماء الزائد يؤدي إلى عفونة الساق وصبار زيل البورس ما بيحبش الماء الكتير يعني نستنى زي ما قلت لما التربة تنشف تماما تماما وبعدين نرويه لأن أحد مشاكل نبات زيل البورس هو الري الزائد أو الماء الكتير بعد ما تكلمنا عن الضوء والرأي هنتكلم على التربة المناسبة لزراعة هذا النبات أي نبات يا جماعة بيفضل التربة الخفيفة جيدة التهوية وجيدة الصرف للماء الزائد لأن التربة اللي ما بتصرفش المية واللي بتحتفظ بالمية داخلها ممكن تؤدي إلى موت النبات وإصابته بالفطريات يبقى لما نيجي نزرع نبات زيل البورس لازم التربة الأساسية معاناها تكون رمل الرمل بقى نخلطه ببتموس نخلطه بطربة طينية أهم حاجة يكون فيه رمل معانا في الطربة لأن الطربة الرملية بتبقى المسامية بتاعتها واسعة فحتصرف المية الزياد يبقى صبار زيل البورس يا جماعة بيحب الطربة الخفيفة جيدة التهوية وجيدة الصرف للماء الزائد وزي ما شرحت في حلقات سابقة لازم الإناء اللي نزرعه فيه يكون مصقوب من الأسفل عشان يصرف الماء الزائد بالنسبة لتسميد هذا النبات يتم تسميده مرة واحدة بس في السنة يعني مفيش أسهل وأجمل من كده يا جماعة نبات سهل الزراعة وسهل العناية زي ما قلت خاصة للناس المبتدئين آخر حاجة هنتكلم عنها وهي طريق التقاصر هذا النبات وهي طريقة أيضا سهلة جدا جدا مفيش أسهل من كده عن طريق الخلفات الموجودة بجوار النبات الأم إزاي؟ النبات الأم يا جماعة بيخلف صبار زغير كده أو بيخلف خلفات صغيرة حواليه بنقتلع إحدى الخلفات وبننقلها في أسرية صغيرة وخلي بالك في بداية عملية النقل أو بداية عملية التقاصر ما نسقهاش ميا كتير عشان الصاق أو الجزور ما تعفنش في البداية وعملية التقاصر تنجح معا والطربة زي ما قلت قبل كده لازم تكون خفيفة وجيدة التهوية وجيدة الصرف للماء الزائد والإناء مصقوب من الأسفل يبقى ملخص اللي فات يا جماعة هذا النبات يحتاج إلى ضوء شمس ولكن ضوء شمس غير مباشر يروى عند جفاف الطربة يعني نسقيها لما الطربة تنشف تماما تماما الطربة المناسبة لهذا النبات وهي الطربة الخفيفة جيدة التهوية وجيدة الصرف للماء الزائد تقاصر هذا النبات يتم عن طريق نقل الخلفات الصغيرة الموجودة بجوار النبات الأم أتمنى رب تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وضغت على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد والى اللقاء في حلقة جديدة مع نبات جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته